الميليشيات الحوتية تجرح مواطنين اثنين في حيس وتواصل خروقاتها في مدينة الحديدة والدريهم احاطة غريفة لمجلس الامن بعيدة عن تطلعات اليمنين والوقوف وكيد استمرار اعاقة الميليشيات للعمل الانساني والميليشيات الحوتية تتكبت خسائر في العدة والعتاد باستهداف تجمعاتها في حجر الضالع وحيران بحجة من قناة اليمن اليوم اقدم لحضراتكم نشرة اخبارية مفصلة اهلا بكم الميليشيات الحوتية تواصل خروقاتها للهدنة الاممية في الحديدة وتتبع بالمزيد من مسلحها الى الاحياء السكنية في وقت لم تأتي احاطة غريفة الى مجلس الامن الدولي بجديد فيما منسق الشؤون الانسانية يؤكد استمرار الميليشيات في اعاقة العمل الانساني جرحت ميليشيات الحوت الارهابية مواطنين اثنين برصاص قناصتها في قرية الشعينة جنوب مدينة حيس بالحديدة مصادر محلية ذكرت ان الميليشيات اطلقت الرصاص نحو الاهالي واصابت المواطن ادريس ثابت حميد قضيبي بطلقة ايرتوتشكا في كاتفه الايمن فيما جرحت عائشة احمد حميد قضيبي برصاصة في رأسها وتم اسعافهما الى مستشفى حيس في حالة خطرة نقل بعدها الى المخى هذا واتواصل الميليشيات الحوثية من اجرامها باستهدافها للمواطنين بشكل يومي في مدينة حيس فيما عاودت ميليشيات الحوثي الموالية لايران خرق الهدنة الاممية في مديرة الدريهمي واحياء بمدينة الحديدة وذكرت مصادر عسكرية تعرض مواقع القوات المشتركة في شهر 7 يوليو الشرقية الحديدة لقصف حوثي واضفت ان الميليشيات اطلقت النار على مواقع الشرقى وجنوب مديرية الدريهمي مستخدمة مدافع الهاون والهاوتسر واسلحة البيكا والرشاشات ايار 4.5 و12.7 وكانت ميليشيات الحوثي نشرت المزيد من المسلحين في عمارات واحياء مدينة الحديدة وقامت بالانتشار ليلا في المربعات السكنية مصادر محلية فادت ان اعدادا من المسلحين الى جانب مجاميع اخرى وسابقة ايضا من المسلحين بادوا يتمركزون في مباني بحارة الشاه وينفذون انتشارا ليليا في الحارة المزدحمة بالمواطنين كما تتمركز مجاميع حوثية مسلحة في شارع جيزان فضلا عن تنصيب الميليشيات لاسلحة مدفعية في مباني ومصالح عامة بشارع جمال وتشير المعلومات الى استقدام الميليشيات مجاميع مسلحة مؤخرا من ريمة والمحويت وحجة دخلوا تحت غطاء الاحتفال بيوم عشورة ومن ثم اعادة الميليشيات توزيعهم على اكثر من مربع ومنطقة وفي خطوط المواجهات احاطة جديدة للمبعوث الاممي الى اليمن مارتين غريفث امام مجلس الامن لم تكن ملبية لتطلعات الشعب اليمني الذي يعاني من الحرب والمجاعة وتفشي الامراض والاوبئة دون ملامح لحل ينهي تلك المعاناة صورة قاتمة رسمها مارتين غريفث في اذهان اليمنيين وفق مراقبون باعتبار كل احاطاته لم تلامس واقع اليمنيين ودائما ما تكون مخيبة للامال احاطة لم تأتي بجديد سوى دعوته لاستئناف عملية سياسية الى جانب اتفاق السويد للحفاظ على وحدة اليمن ومستقبل وتطلعات ابنائه على الاطراف اليمنية ان تمضي قدما للاستئناف عملية سياسية شاملة اي توصل لحل شامل لانهاء الصراع من دون اي تأخير علينا ان نحافظ على الزخم اذا ما اردنا الحفاظ على وحدة اليمن ومستقبله من اجل شعبه يسرد احداث اليمن بكل برود فتارة يصف الاوضاع بالمتذذبة وتارة اخرى بالبراجماتية فرغم سرده المستفيذ لما يحصل في اليمن بشكل عام لكن جل تركيزه كان على بعض الامور التي لا تهم الشأن اليمني ولا الاتفاقية الانسانية اخيرا رسم ملامح جديدة لاحاطته الميتة مسبقا بوصفه الحرب في اليمن بالهمجية وانها بمثابة السرطان الذي يشتث ارواح الناس واكد ان اليمن تبتعد عن السلام داعيا اليمنين الى التصرف للخروج من الوضع القائم ولكن من دون ان يقول لهم كيف السبيل الى الخروج اعترافا على لسان جريفث ان المسرحية الهزلية المتمثلة في اعادة الانتشار من طرف واحد كانت فقط للاستهلاك الاعلامي فهو اليوم وامام مجلس الامن يؤكد اعادة الانتشار ووقف اطلاق النار لم تتم بشكل حقيقي وهو بذلك يؤكد فشلها مرة اخرى كونها مسرحية لم تنطلع على اليمنيين ولا المجتمع الدولي قدمت مقترحا معدلا على اساس اعتباراتها العاجلة للسماح باعادة الانتشار بشكل حق وننتظر ردها في اجل اقصاه العشرون من سبتمبر وادعو الاطراف للرد بالايجاب الاحاطة التي لا تغني ولا تسمن من جوع اكد فيها مارتين ان لا تقدم ايضا في ملف الاسرة وان هذا الملف ذو طابع مأساوي كما وصفه فاحد الاطراف وافق على اطلاق السجناء بينما تمنع الاخر متعذرا باطلاق جميع الاسرة دفعة واحدة ولم يسمي غريفت صراحة الطرف المعرق لهذا الملف وتحدث عن تعقد الاوضاع العسكرية في تعز وهو ما اعتبره يشكل تحدي اخر للجهود الاممية لا احاطات ولا مبادرات توقف نزيف الدم وتضع حدا لنزلق البلد نحو المجاعة والانهيار ورغم ادراك المجتمع الدولي لذلك وفي الطالعة المبعوث الاممي مارتين غريفث لا يزال البعض يعمل بشتى الوسائل لاطالة امد الحرب في اليمن بهدف التربح والكسب المادي على حساب معاناة اليمنيين وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد أنعم رئيس المركز العلامي للموقاومة الوطنية مرحبا بك أستاذ محمد هل تسمعني؟ نعم سنعود الاتصال بك إلى ذلك طبعا أكد منسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك استمرار ميليشيات الحوثي في إعاقته عمل المنظمة الإنسانية من خلال سعي الحوثيين إلى وضع لوائح جديدة لعمل المنظمة الدولية في مناطق سيطرتهم من شأنها أن تقوض المبادئ الإنسانية جلسة مجلس الأمن كان للوضع الإنساني فيها تعريج ولب لمعاناة اليمنيين دعا من خلالها مارك لوكوك إلى تحل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس منسق شؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أكد على أربع نقاط أساسية تواجه العمل الإنساني منها احترام القانون الإنساني الدولي ووصول المساعدة الإنسانية بلا عوائق وتمويل عملية المساعدات بشكل كامل ودعم الاقتصاد اليمني الذي تشهد عملته تدهورا مستمرا رغم أنصاف الحلول التي حاولت أن تحد من تدهوير الريال أما على صعيد العمليات العسكرية على الأرض فقد روى لوكوك قضية مئة سجين في مناطق احتجاز الحوثي الخاصة قتلوا بغارة طيران هنا الجريمة مركبة بدءا باحتجاز الأفراد خارج إطار القانون وخارج مناطق الاحتجاز الرسمية ما يجعلهم عرضة للعمليات العسكرية كما أدان مارك لوكوك عملية الحوثي العسكرية بحق المدنيين في الساحل الغربي والذي راح ضحيتها أحد عشر مدنيا بما فيهم سبعة أطفال لوكوك عدد أمثلة أخرى محزنة عن مقتل مدنيين وأطفال مشددا على أهمية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة في إطار الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي مشيرا إلى أن التقرير الذي صدر عن فريق الخبراء المستقلين مقلقون ودعا إلى تجديد ولايتهم لاستقصاء أكبر وبالعودة للاتصال مع الأستاذ محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي المقاومة الوطنية هل تسمعني أستاذ محمد؟ نعم أسمعكم نعم الآن نتحدث عن إحاطة جديدة لغريفة ما هي قراءتك لهذه الإحاطة؟ بالتأكيد الإحاطة لم تأتي بيديد ونسل تكرار لنسل الإحاطات التي ظلّى يوزيبها على نفس الانتهاب ونسل تحقيقه أشهر نعم بإعادة من Eagles . . السرعة بالتأكيد . . يتعلّم وعند 펀�غانية تحدee احتفائق السك pun المقدار البرماري وذلك لا تتوافح أن المساعدين هم تتشيرون ويحقق المساعدة في تساوية والشعب اليدين وتتعوث الوضع في اليمن وهذا تأكيد أن المبعوث الضولي ظلت أولى الأشهر الماضية لا أسمعك جيدا أستاذ محمد الآن الوضع لا أعتقد أن الناس سيذهبون إلى جدية لتنفيذ اتفاق السويد طالما وهو يضح مبادرة من سد بنود نعم ما هي أبرز هذه البنود لستاذ محمد الاتفاق الذي يسمى توصل إليه بالسويد يعني يتفاد الكامل والآن ينقلنا إلى مرحلة جديدة هذه المرحلة الجديدة نعم هل تسمعني أستاذ محمد نعم أشكرك جزير الشكر محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية في أضالة تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح فيما فر باقي عناصرها من موقع تبة الغبراء في جبهة حجر شمالية المحافظة وذلك بعد عملية نوعية خاطفة نفذتها المقاومة فيما القوات المشتركة والمقاومة أيضا تحفطان محاولة تسلل حوثية في جبهة طورصة بالأزارق جبهة طورصة بمديرية الأزارق في محافظة الضالع واحدة من أهم الجبهات المشتعلة التي تدور فيها معارك شريسة من وقت لآخر سيما وقد تحولت المقاومة الشعبية والقوات المشتركة من الدفاع إلى الهجوم لتحقق على إثر ذلك انتصارات تمثلت في السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمناطق الهامة التقدمات الميدانية في جبهة طورصة تأتي بالتزامن مع استمرار المعارك الشرسة في جبهات شمال محافظة الضالع والتي تخوض فيها وحدات من المقاومة الشعبية معارك وصفت بالأعنف خلال الأيام الماضية أحبطت تسللات وهجمات للميليشيات الحوثية على امتداد الجبهات من الفاخر باب غلق وحتى باج حجر مرورا بشخب الزبيريات لقد تسدت المقاومة الجنوبية في جبهة طورصة لهجوم شنته ميليشيات الحوثين واستطاعت المقاومة لصد الهجوم وعادتهم من حيث أتون يعد موقع الشوق الاستراتيجي مكانا لتمركز قناصي الميليشيات الحوثية لتحصيناته القوية وصعوبة الوصول إليه نفذت وحدة تابعة للقوات المشتركة عملية ذات تكتيك عسكري محكم انتهت بالقضاء على فلول الحوثي ودمرت تحصينات عناصره المنتشر على طول هذه السلسلة الجبلية لازالت جبهة طورصة بالأزارق مشتعلة الرغم نقص الامكانيات لدى أفراد المقاومة الشعبية والتي كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ما جعل الميليشيات تدفع بتعزيزات كبيرة من مناطق سيطرتها سيما في ماويا بمحافظة تعز التي تقع إلى الغرب من الأزارق في محاولة مستميتة للسيطرة على المديرية لأهميتها الاستراتيجية حيث تحدها من الجنوب مديرية المسيمير بمحافظة لحج ومن الشمال مديرية الخشاة التابعة لمحافظة الضالع وتمثل السيطرة عليها فرصة للتقدم إلى مناطق ومواقع هامة والتوجه صوب بقية المناطق في محافظة الضالع لتحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي أما عن تكثيف الحوثي من هجماته مؤخرا على جبهة الضالع فيعود لعدة أسباب على رأسها محاولة استعادة ما خسرته ميليشياته طوال الفترة السابقة في هذه المحافظة التي مثلت مستنقعا لاستنزاف عناصره وفي السياق ذاته تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر في العدة والعتاد إثر استهداف مواقعها في مديرة حيران بمحافظة حج مصدر أكد أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية تجمعات للميليشيات الحوثية شرقي مديرة حيران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها وكانت مواجهة دارت خلال اليومين الماضيين بين القوات الحكومية والميليشيات في بني حسن بمديرية عبس وشرق حيران وتخم مدينة حرض أدت إلى خسائر فادحة في صفوف الميليشيات ينضم إلينا عبر الهاتف نجيب العولقي قائد موقع القفلة جبهة حج يبدو أنه فقدنا الاتصال تقارير حقوقية تكشف تعذيب ميليشيات الحوثية 455 مدنيا مختطفا في معتقلاتها وسجونها بينهم 170 قضوا تحت التعذيب خلال فترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018 أرقام جديدة لحالات التعذيب والاختطافات والاعتقالات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لصيدرتها تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد 455 حالة تعذيب لمختطفين مدنيين ارتكبتها الميليشيات الحوثية في معتقلاتها وسجونها من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2018 التقرير أوضح أن أغلب حالات التعذيب سجلت في العاصمة صنعاء ل295 حالة تأتي بعدها سجون محافظة صنعاء ب86 حالة تليها محافظة أب بواقع 74 حالة التقرير كشف عن وفاة 170 مدنيا مختطفا في معتقلات الميليشيات الحوثية جراء التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتان وستة مسنين كان آخرهم التربوي علي عبدالله حسن العمار من أبناء مديرية حيس بمحافظة الحديدة الذي توفي تحت التعذيب في سجون الميليشيات تحالف رصد أكد أن عددا من حالات التعذيب التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية تضالت السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين مؤكدا أن المختطفين في سجون الحوثي يتعرضون لتعذيب ينتهي في كثير من الأحيان بالوفاة أو الإعاقة الدائمة كاموا بضرب ضرب مبرح بأعقاب البنادق صدقتوا على إثرها مخشيا عليها في درج البدروم ولم أكن لوحدي حيث أن نات السجناء وأن نات الأطفال في ذاك البدروم ما زالت لم تفارق ذهني حتى اللحظة وكيف بي أن أفارق تلك اللحظة وقد خرجته بكرسيه مشلول ما يتعرض له المدنيون في المناطق الخاضعة لصيدرة المليشيات الحوثية من اعتداءات ومضايقات مختلفة في معابر ومداخل المدن ونقاط التفتيش خضر يهدد حياة ومستقبل اليمنيين الرافضين لممارساتها وانتهاكاتها المتكررة وهدفها فرض الوصاية على الشعب الذي لن يصمت ضويلا على مليشيات لا تجيد سوى العنف والإرهاب كما تعرضنا النساء في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى 13 ألف حالة انتهاء خلال عام وتفاوت ذلك بين القتل والقصف والإصابات والتشويه والاحتجاز والاعتقال والاختطاف والتعذيب وحالات أخرى المرأة اليمنية التي كانت تحظى بمكانة وتحميها القوانين والعراف ارتكبت المليشيات الحوثية بحقها انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية هذا ما أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية واتقت خلال سنوات الحرب الانتهاكات ضد المرأة حيث تعرضت عشرة الآلاف من اليمنيات لجرائم الاختطاف القسرية والاعتقال في معتقلات سرية رافق اعتداءاته الجسدية وابتزاز في ظل سمت المنظمات الأممية والدولية ما شجع المليشيات على ارتكاب المزيد الحوثية الكثرة نزلوا نسوانهم نزلوا نسوانهم يضربوهم صمعا والصمع والصاعب والجسدات والأحجار قلنا هذا وشرفون الرجال لا العسكر يضربوا رصاص قلنا العسكر الحياة والله يضربونه تسعى النسوان 13 ألف حالة انتهاك بحق نساء خلال عام واحد بينها عمليات اختطاف واخفاء قسري وقتل وتشويه وعنف رقم مخيف يكشف حقيقة المليشيات الحوثية التي تتفنن في ابتكار أساليب جديدة من الانتهاكات الإنسانية والأخلاقية في مناطق سيدارتها ما يجعلها جديرة باحتلال مركز الصدارة في قائمة التنظيمات الإرهابية الأكثر قبحا وبشعة على مستوى العالم وفقا لرأي مراقبين وناشطين المرأة أيضا هي رهينة ورقة ضغط تستخدم المليشيات الحوثية للضغط على عائلاتها هذا ما كشف عنه تحارف نساء من أجل السلام الذي وثق 303 حالة اختطاف ومات لها من انتهاكات و44 حالة إخفاء قسرية و288 امرأة ما زالت في سجون المليشيات ويتعرضن للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية الانتهاكات الحوثية تتفاوت بين القتل والقص والإصابات والتشويه والاحتجاز والأتقال والاختطاف والتعذيب وضحايا الألغام والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية والتسابب في نزوح مئات الآلاف من النساء بطرق وحشية لا تزال اليمنية تقاد إلى سجون يوما بعد آخر في انتهاكات تجاوزت كل الحدود وفاقة الوصف وفي تعز تعرضت وكيلة محافظة تعزل الشؤون الصحية والمكلفة بإدارة هيئة مستشفى الثورة العام الدكتورة أيلان عبدالحق لا تدى من قبل ميليشيات الحشد الأخواني مصادر أعلامية ذكرت أن عصابة من الحشد الأخواني قامت بملاحقة الدكتورة وأيضا الموردات في أروقات المستشفى إدرى مشادة كلامية بين الوكيلة أيلان مع مندوب اللواء 22 ميكا ما دفعهم إلى الاختباء في قسم الأظام وإغلاقه من الداخل يشار إلى أن ميليشيات الأخوان ووسائل أعلامهم يشنون حملة تحريض وترهيب ضد الدكتورة أيلان عبدالحق بسبب رفضها إعادة أحد الأضباء المحالين للتحقيق إلى عمله في مستشفى الثورة العام جراء تسببه بوفاة الناشطة عائدة العبسية تتابعون بعد الفاصل تحديات تواجه العملية التعليمية في الساحة الغربي والجوف مع انطلاق العام الدراسي الجديد دورة سكتمبر تأتي من فراغ نحن قمنا بثورة ضد الظلم والتخلف والفقر والجه الآن يريدون لنا العمام الترجع حق بيت حمد الدين لن نقبل عمى لن نقبل العمام الرجعي المتخلف أحكم نفسك بنفسك وهذه مبادئ الدورة اليابرية حكم الشعب للشعب مع بدء العام الدراسي الجديد في مدينة المخا مطلع الشهر الجاري ازدحمت المدارس بالطلبة المقيمين وكذا النازحين وغاب الكتاب المدرسي للسنة الرابعة على التواني وغادر معظم الكادر التعليمي مدارسهم تحديات تواجه العملية التعليمية في المخاوة الساحل الغربي يستعرضها هذا التقليد تدفق أعداد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للمدارس أولى المشاكل التي رصدناها عن التحديات التي تواجه التعليم في المخا ووجدناها ماتلة أمام المئات من الذين هجرتهم الحرب قسرا يدقون أبواب المدارس دون جدوى وحينما ألقينا بأقدامنا إلى عتبات المدارس هنا وهناك استمعنا إلى عدد من المشاكل الأخرى التي يشيب لها الرأس وأدخلتنا في حالة من اليأس والوجل عن وضع ومستقبل التعليم في البلاد طبعا أهم مشاكل التعليم في المخا قلة الفصول الدراسية وكمدرستنا مدرست الشاذلي طبعا المدرسة كانت تحويل على 6 فصول ومخزن وسكن لذلك تم تحويل السكن إلى فصل دراسي فالآن يعتبر 7 فصول يعني 7 فصول في المدرسة والتعداد الطلاب في هذه المدرسة يعني مزدحم بشكل كبير حتى يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للعام الدراسي 665 طالب وطالبة بالنسبة للكراسي عندنا الحقيقة فيه عقز كبير في مدرسة زهراء يعني تخيل أربع طالبات خمس طالبات تقلس على كرسي واحد هذا غير أنه لا يتسع للبقية فإحتياجاتنا لا يأكل عن مئة كرسي مزدوقة في هذه المدرسة أيضا الكتاب المدرسي أربع سنوات على أكل تكديل أربع سنوات لم يوزع لدينا ولا كتاب مدرس نحن نستخدم نقمع من الطلاب الكتوء المناهج الكديمة ثم نعيدها مرة أخرى لطالبات القدوة وهكذا تراكمات عقود زمنية من التعليم تزايدت خلال فترة الحرب وآتارها أوصلت تحديات التعليم هنا في الساحل الغربي بشكل عام والمخى على وجه الخصوص للحد الأقصى على مرء ومسمع من المعليين الذين أبدوا عيزهم عن فعل شيء أو تدارك جزء من الأمر وباتوا يرددون ذات المشاكل هربا من مسؤوليتهم في توفير الحلول ليس إلا كتاب المدرسي أيضا نظرا لأنه أصبح في صعوبة في التواصل ما بين مكتب التربية التعليم في المديرية ومكتب التربية التعليم في الحافظة في ظل عدم وجود موازنة تشغيلية أيضا لا توجد فقط تشغيلية غير متوفرة صحيح أنه تم عادة ترميم بعض المدارس دخولات الهلال الأحمر للإماراتي هكذا تجاوزت مشاكل التعليم لدينا ما كنا نتحدث عنه في الأعوام السابقة بخصوص البيئة المدرسية الطاردة للتعليم وتدمير البنى التحتية ونقص كبير في الكراسي والفصول الدراسية إلى مشاكل كبرى ألقت بالتعليم إلى حافة الهاوية أن يصل التعليم في اليمن إلى مرحلة عدم توفر الكتاب المدرسي لمدة أربع سنوات أو أكثر من ذلك ونقص حاد في الكادر التربوي والتعليمي بعد مغادرتهم المدارس وتوجههم إلى معسكرات الأطراف المتحاربة فذلك أمر خطر جدا يستدعي يقظة وزارة التربية والتعليم لتدارك الأمر وإنقاذ البلد من كارثة الجهل التي تتهدد مستقبل الأجيال محمد المغاربي اليمن اليوم المخا كما يعاني الطلاب في الجوف مع انطلاق العام الدراسي الجديد من صعوبات عدة أبرزها عدم توفر المدارس بعد تدمير الميليشيات الحوثية للكثير منها وغياب الكتاب المدرسي للعام الثالث على التوالي لكن هذه المعاناة لن تمنع الطلاب من مواصلة تعليمهم في المدارس التي سلمت من الدمار لم تمر ميليشيات الحوثي على محافظة الجوف مرور الكرام رغم أنها لم تجلس فيها سوى ست أشهر قتلت ودمرت وزرعت الألغام واعتقلت مئة الأشخاص فيها المدارس كانت من ضمن عناصر الأهداف الأساسية للجماعات الإمامية طلت العديد من المديريات فكانت الغيل أكثر ما دمرته ميليشيات الحوثي من مؤسسات تعليمية هذه الصورة تحمل تفاصيل دقيقة لمدى الحقد الدفينة بحق أبناء الجمهوريين وطم سهوية التعليم لديهم هذا في مدارس السلام فجرواها الحوثيين كلنا ندرس فيها سابقا يعاني مكتب التربية من تدمير ميليشيات العودية العدد من مدارس المحافظة مما سبب ازتحان في المدارس بسبب موقع النزح نحن نطالب السلطة المحلية والحكومة بتوفير أوصيانة المبانية المدمرة وأيضا إقراءة أوصيات لاستيعاب أبناء الطلاب سواء من أبناء المحافظة أو خارجها من النازحين بدأ العام الدراسي الجديد وهو يحمل عبءا تقيلا على العملية التعليمية بالمحافظة فالمباني الصالحة للتعليم قليلة ومحصورة بعدد الأصابع فيما الأخرى شبه صالحة وبحاجة إلى ترميم وتجهيز لتعود إلى مسارها التعليمي في ظل الكثافة الطلابية الهائلة التي التسقت بهذه المدارس معا إن عدم توفر الكتاب المدرسي للسنة الثالثة على التوالي فهو الركزة الأولى في سير التعليم فالمحافظة لم تكن كما كانت سابقا فهناك مئات الأسر النازحة السوطنة المحافظة وتحتاج إلى تكميل تعليم أبنائهم هذه المدرسة المدرسة الحجرية أقدم مدرسة أستوى من المدرسة الحجرية في المحافظة وفي مدينة الحزم لكن نعاني من عدة صعوبات وهي نعدام الكتاب المدرسي في السنة الثالثة على التوالي ونعاني من كثافة السكان في المدرسة وهذا الازدحام هو الذي يخلى المدرسة ازدحام بسبب تهجير السكان من المدارس الأخرى وتهديم المدارس من قبل الحوثي هذه المدرسة تعاني من عدة صعوبات قلة المقاعد الدراسية من اعدام الكتاب المدرسي ترميم وصيانة المدرسة تواجد هذا الحجم من الطلاب هو التزحم في المقاعد الدراسية التي تصل إلى 115 طالبا بكل فصل دراسي تعطي رسالة النارية للميليشيات الكهنوتية أننا هنا رغم ما تفعله بحقنا فمن هذه المقاعد المتزاحمة سنهدم أفكاركم الرجعية التي تنشرها ببلدنا الحبيب تدمير الميليشيات الحوثية لغالبية المدارس في محافظة الجوفة أبان تواجدها واسخدام البعض منها معسكرات تدريب ومقارات لها ما يزيد الأمر أكثر صعوبة الغياب الكتاب المدرسي وكثافة الطلاب إلا أن كل هذه المعضلات لا تثني الطلاب في محافظة الجوفة في الحصول على التعليم وبأي واسلة كانت عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة الجوفة كشفت لجنة الاقتصادية أن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحا من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى أكثر من 400 مليار ريال سنويا في الوقت الذي تفتعل فيه أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها لصالح السوق السوداء التي تديرها لثرى قياداتها ومشرفها تتواصل وأزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية منذ أسبوع في ظل السمرار الجماعة في تعسفها بحق الموردين وأصحاب محطات الوقود والإصرار على احتكار السيراد وتجارة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها اللجنة الاقتصادية كشفت أن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحا وفوائد من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمال قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة فيها بشكل مباشر مقارنة مع 59% كأرباحا تتحصلها في حال شراء المواطنين للمشتقات من التجارة لصالح السوق السوداء التي تديرها حيث تتجاوز إيراداتها أكثر من 400 مليار ريال سنويا من تجارة الوقود وأكدت اللجنة أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% من ما يدفعه المواطنين عند شراء المشتقات من التجارة التابعين للميليشيات وبحسب بيان اللجنة الاقتصادية فإن أرباح الميليشيات تصل إلى 28% مقابل 9% ضرائب ورسوم تحصل من قبلها عبارة عن إضافات سعرية بمسميات مختلفة فيما تتحصل نحو 20% من قيمة الشحنة الوحدة كأرباح إضافية لصالحها وأضافت اللجنة الاقتصادية أن الميليشيات ترفض تسليم ما قيمته 80% من ما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات المواطنين في مناطق سيطرتها بإشراف وضمانات دولية وحملت اللجنة الاقتصادية ميليشيات الحوثيمة سئولية توقف عشر سفن محملة بالوقود في البحر الأحمر بسبب تعنتها في عاقة تطبيق القرار الخاص بتحصيل الرسوم الجمهورية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لاستثمار الأزمة سياسيا مع رفضها التعامل بالآلية الجديدة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية بشأن السيراد المشتقات النفطية والآن نتابع مجموعة من الأخبار الاقتصادية في هذا المناطق جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بالشأن المحلي حيث شاركت الجمهورية اليمنية في الدورة الثالثة والأربعين المجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسة النقد العربية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة محافظ البنك المركزي حافظ معياد وأكدت الدورة على أهمية التركيز على حكمات البنوك المركزية واستقلاليتها وتجنيب الصراعات المختلفة وخلق التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والنمو الاستقلال الاقتصادي في البلدان العربية وتدفقات الاستثمارات والعوام المؤثرة وتعزيز أنظمة الدفع الالكترونية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة مدعومة بوعي الشعوب وأشهد خلال استقبالي أعضاء مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسة النقد العربية بالدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادي العربية وتطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية المشتركة حذر خبراء اقتصاديون من مصير أسوأ ينتظر الاقتصاد اليمني خلال الفترة المقبلة بعد تضاول تحقيق السلام في البلاد وإنهاء الحرب يأتي هذا في وقت يشهد في الريال اليمنين ياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية تجاوز سقفة 600 ريال للدولار بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية والأزمات الخانقة والمتكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلية ووصول أسعارها إلى أرقام خيالية لا يقوى عليها المواطنون دعت الدائرة الاقتصادية بمؤتمر حضر موت الجامع حول التنمية والاستثمار إلى إقامة مؤتمر ترويجي داخل الاستثمار بالمحافظة حتى يتم توزيع الخرائض الفنية والدراسات الاقتصادية الأولية للمشاريع المدروسة والتوقيع عليها وأضافت الدائرة أن أغلبية المشاريع الاستثمارية ستتركز على المشاريع التنموية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية وأخيرا سجلت أسعار نفس أسواق البرصة العالمية ارتفاعا بالنسبة 15% على إثر الهجمات التي تعرضت لها أرامكو السعودية لإنتاج النفط وسجل خام برينت أكبر قفزة لهم منذ 30 عاما وبأحجام تدول قياسية ووصلت أكثر من 69 دولار للبرميل مرتفعا 8 دولارات و 80 سنة في أكبر زيادة بنسبة المئوية ليوم واحد منذ عام 1988 فيما وصلت عقود الخام الأمريكي غير بتكساس الوسيد 62 دولار و 90 سنة للبرميل مرتفعة 8 دولارات و 5 سنتات في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر 2008 يستهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم الأربعاء أولى مبارياته في تصفيات التمهيدية المؤهلة الكهس آسية للناشئين 2020 بلقاء نظيره البوتاني في إطار المجموعة الخامسة والتي تضم أيضا منتخبي قطر وبنغلادش يستهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم غدا الأربعاء أولى مبارياته في تصفيات التمهيدية المؤهلة لكهس آسية للناشئين 2020 عندما يلتقي نظيره منتخب بوتان في إطار المجموعة الخامسة والتي تضم أيضا منتخبات قطر وبنغلادش وبوتان ويصعى المنتخب للفوز بنتيجة مرضية تماهد له المنافسة على صدارة هذه المجموعة وأجر المنتخب فور وصوله لعاصمة القطرية دوحة عدد من التدريبات ركز فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد النفيع على الجانب الخططي لمواجهة المنتخب البوتاني وطالب الجهاز الفني لعبية تعامل مع المباراة بسلاسة وهدوء لتحقيق أفضل نتيجة تضمن له المنافسة في هذه المجموعة ويتوقع أن يحظى المنتخب بمساندة جماهيرية يمنية كبيرة خاصة في ظل النتائج الجيدة لمعظم المنتخبات الإيمانية السينية في هذه المراحل ويلتقي المنتخب منتخب قطر يوم الجمعة المقبلة وينهي مباريته في هذه المجموعة يوم الأحد القادم ويتأهل إلى النهيات صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي تحدد لاحقا والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر وفي حالة حصول المنتخب الدولة المضيفة على أحد بطاقة التأهل للبطولة فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل لانهيئة عمزة محمد يحرز الهدف الثانيس للمتخب اليمنيين تذكير بأبرز العنوين الميليشيات الحوثية تجرح مواطنين في حيث وتواصل خروقاتها في مدينة الحديدة والدريدين إحاطة غريفة لمجلس الأمن بعيدة عن تطلعات اليمنيين ولوكوكي وكيدوا استمرار إعاقة الميليشيات للعمل الإنساني والميليشيات تتكبد خسائر في العدة والعتات بسهتة في تجمعاتها في حجر الضالة وحيران بحجيات يمكنكم متابعة البث الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في النشرة القادمة اشتركوا في القناة